الفقرة العظمية الفقرة العظمية بتتكون من ايه؟ بتتكون من اولا الجسم بتاعها اللي هو الجزء الكبير بنفس جيدا وبتتكون من حاجة اسمه كوس الفقرة كوس الفقرة ده بيبقى شكل الكوسة هو زي ما احنا شايفين وماسك في ايه في الجسم بتاع الفقرة جسم الفقرة ده عبارة عن اللي هو الجزء اللي من قدام لان الناحية دي هي القدام اللي هي ناحية البطن دي اللي من ناحية الامان أما الخلف اللي هو ناحية الظهر فإذن الجزء ده بتاع جسم الفقرة بيبقى من ناحية الداخل اللي هو جزء السميك وبعد كده هلاقي عندي إن هو الجزء بتاع جسم الفقرة ده ماسك فيه نتوآن مستعرضة كلمة نتوء معناها حاجة برزة حاجة طلعة من قدام كده حاجة شكلها مدببة حاجة زائدة فدول زائدتان نتوآن اللي هما معناها إيه زائدتان مستعرضان إن هما جايين بالعرض هو الشكل بتاعهم إيه أرضي هللاحظ كمان إن النتوآن دول عليهم نتوآن كمان اللي هما دول كده بسميهم النتوآن الأماميان نتوآن نفصليا أماميان ولاحظ إن أنا كمان عندي أهو نتوء كبير قوي في الظهر بتاع الفقر العظمية إن هو الجزء اللي هو خلفي خالص ده اسمه النتوء الشوكي أو الناتق الشوكي هلأ إن هي كمان ميلة نحية أسمن كده شوية وشيلة عليها نتوآن كمان زي النتوآن المستعرضان الهية دي ودي النتوآن دول الصغيرين دول بسميهم النتوآن الخلفي يبقى إذن أنا عندي تركيب الفقرة عبارة عن الجزء الكبير فيها السميك اللي هو جسم الفقرة وحواليها كوس الفقرة كوس الفقرة ده عبارة عن مجموعة نتوآن في النتوآن دول اللي هما النتوآن المستعرضان عليهم نتوآن أماميا وعندي النتوآن اللي هما الخلفيين مسكين في النتوء الشوكي الكبير هلاحظ دي أنا عندي هنا كمان الحلقة دي بسميها الحلقة العصبية أو بسميها كمان ممكن القناة الفقرية أو القناة الشوكية لأن دي اللي بيمر فيها الحبل الشوكي يبقى إذن حبل الشوكي بيمر في المكان الأبيض ده جوه القناة العصبية ده شكل الفقرة من فوق كاني بيبص الفقرة كده من فوق لكن لما بيبص من الفقرة للجنب هشوف المنظر ده كده أدي قدامي أهو برضو ده جسم الفقرة ده النتوء المستعرض اللي جاي بالجنب وده النتوء العلوي وده النتوء الخلفي وهنا النتوء الايه الشوكي فإذن أي فقرة عندي بتتكون من ايه الجسم بتاعها بجموعة نتوءات اللي هما النتوء المستعرضون عليهم نتوء من الصال الأمامي وعلم أن الأمامي مع المستعرض أما الخلفي مع الشوكي وعندي في النص حواليه الحلقة دي اسمع الحلقة الشوكية أو الحلقة العصبية أو القناة كمان العصبية اللي بيمر فيها الحبل الشوكي عشان يحميه وعلى كده نتكلم بقى عن الجنجمة هلاقي إنه الجنجمة بتتكون من جزئين الجزئ ده كده اللي هو بسميه الجزء الخلفي أو المخي لأن المخ موجود جواه والجزء ده اللي هو بسميه طبعا الجزء الأمامي الجزء الأمامي ده هو عبارة عن اللي هو الوش هو فيه الوجه وفيه الفكين الوجه الفكين ومواضع الحس مواضع الحس اللي هي ايه اللي هما عندي الأذنان العينان والأنف أما الجزء الخلفي ده عبارة عن مجموعة عظام ولكن العظام دي لزقت في بعضها التحمت مع بعضها اديه وده عظمة اهي ودي عظمة كل لون من الالوان دي بيمثل لي عظمة العظام دي جت هي لها اطراف مسننة بالمنظر ده كده جت افرت مع بعضها بحيث ان هي تلزق في بعض وكمان مسكت ببعضها عن طريق نوع من انواع الالياف الالياف دي اسمها الالياف الليفية الالياف الليفية دي لحد ما الياف طرية فعشان كده لما تيجي للطفل اللي هو لسه مولود جديد اللي هو النونو ده وتيجي تحسس على راسه بتحس بمطبط في راسه تحس ان راسه كده مش حتة واحدة حتة ملساء كده مستوية لا ده تحس ان فيه مطبط كأن راسه بتبقى طرية جدا وفيه اجزاء في النص فعلا تحس ان هيها مفهاش عضل ده حقيقي مش ان هيها مفهاش عضل ولكن ان فيه اجزاء في النص دي تعتبر الفواصل ما بين العظام الفواصل دي بيكون فيها في البداية مفاصل الليفية المفاصل الليفية دي او الروابط الليفية مع الوقت مع تقدم العمر بتتحول من الليفية لعظمية فايزا الجزء ده كله بيبقى عبارة عن علبة عظمية حاجة عظمية كده متصلة ببعضها لكن زي ما احنا شايفين هون هي اصلا في اساسها خالص عبارة عن عظام متفرقة عدد العظام دول كام؟ تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هتلاحظ حاجة هتلاحظ ان انا فيه حاجات معدتاش في النص اللي هما ايه مثلا هنا السمع الحاجات السمعية دي وايه الحاجات بتاع الانف وكمان الفكين ما بعدش الفكين ليه؟ لان الاجزاء دي تعتبر من ضم الاجزاء بتاع الجزء الاماني لكن انا بتكلم دلوقتي عن الخلفي ان هو عبارة عن تمن عظام بس متصلة عن طريقة رفها المسننة اتصال متين عشان تعملي العلبة دي اللي هيستقر فيها النبخ ولكن هلاحظ ان انا عندي كده من تحت بحطة دي كده عندي ثقب حتة فتحة او خر بيدخل منه اللي ايه الحبل الشوكي فالثقب الكبير ده مهمته ان هو يوصل مع بين المخ والحبل الشوكي الكافس الصدري بقى ده عبارة عن علبة مخروطية الشكلية يعني شكلها كده شكلها شبه اللي هو الايه اللي كنت ده شكل المخروطي فبيكان من ايه من القفص الصدري بيكان طبعا من الدلوع ازواج من الدلوع ماسكة من وراء بالفقرات الصدرية او الظهرية وماسكة من قدام بعظم العظمة دي اسمها عظمة القص كم عدد الفقرات او كم عدد الدلوع اللي عندي عندي اتناشر زوج من الاطلاع يعني اتناشر هنا اتناشر يمين واثناشر شمال ماسكيه من وراء طبعا في الاثناشر فقرة اللي هما قلنا الظهرية او الصدرية ولكن هلاحظ حاجة هلاحظ ان انا عندي اول عشرة مسكين عادي في عظمة القص واثنين لعظمة القص ولكن عندي اتنين في الاخر كده اللي هما دول الاتنين دول مش مسكين في اي اي في العظمة من قدام اتنين عايمين كده مش مسكين في حاجة فسميتهم فعلا الدلوع العائمة اللي هما الدلوع الزوجان الاخيران اللي مسكين في الفقرات 18 و 19 اما العشرة البقية فلاقهم عادي مسكين في عظمة القص عظمة القص دي عظمة مفلطحة ومدببة من اسفل شايف شكلها من تحت ثانيا ازاي مدبب وجزء الصف اللي بتاعها كمان بيكون فيه موجود فيه غدروف الاجزاء اللي هي برضو الاورانج دي عبارة عن غداريف كل دي غداريف بتكون موجودة ما بين عظمة القص وما بين الافص الصدري وموجودة كمان في الجزء السفلي بتاع عظمة القص الدلوع اصلا عبارة عن عظام مكوسة شكل الكوس كده ومكوسة الاسفل يعني مش مكوسة كده لفوق لا دي مكوسة الاسفل بالمنظر ده كده وتتصل من خلف بالفكرات العظمية وايه ونطوقها المستعرد بالجسم بتاع الفقرة والنتوء المستعرد يعني فقرة زي ما احنا اتكلمنا فقابل كده وقلنا اهو ده شكل الفقرة بتاعتنا الدلوع بقى بتمسك فين الدلوع بتمسك هنا كده فبالتالي بتكون متصلة بجسم الفقرة ومتصلة بالنتوء المستعرد بتاحها ده المكان اللي بيمسك منه الضلع الوظيفة بتاعت الدلوع ايه هي عاملة زي قفص القفص ده مهم بتاعته ان هو يعمل ايه يحمي الاعضاء اللي جوه الاعضاء اللي موجودة جوه موجود هنا كده الرئتين وموجود هنا كده في النص نحية الشمال شوية القلب يبقى بيحمي القلب والرئتين وكمان بتساعد في عملية التنفس ازاي بقى بتساعد في عملية التنفس انا دلوقتي لما اعمل شهيق اللي هي الشاهقة بتاع منوخيه دي بيعمل ايه في الشاهقة بتاع منوخيه بيعامل كده انا وانا بعمل كده بعمل ايه بدخل كمية هوى كبيرا للرئتين بتاعتي فالرئتين بتاعتي عايزة تتمدد فيقوم القفص الصدر هو كمان بيتمدد كده عشان الرئة تتمدد داخله فلقيه بيتحرق نحية الجنبين كده وللامام عشان يسيب مساحة للرئة ان هي تنتفخ فتياخد المساح دي الهوى فضها لها طب العكس في الزفير بقى انا عايز اطلع الهوى اللي انا اخدته ده الزفير هيروح ضاغط على الرئتين عشان تفضي الهوى اللي جواها بالمنظر ده كده فبيحصل عكس العملية بتاع الشهيق يبقى ازا في عملية الشهيق لا ده القفص الصدي عايز يوسع عايز يوسع عشان الرئة كمان تتوسع ويدخل جواها هوا فالدلوعه بتتحرق للامام والجنبين اما في الزفير بيتم عكس اللي بيتم في الشهيق